صباح الخير شكون فينا ما كيعشقش البيتزا في حلقة اليوم سنحضروا البيتزا في البيت غير بشوية المكونات بسيطة و سنطلعوا البيتزا بحلية المطعام سنحضرها بالتفصيل الممل بداية من العجين الى الاخر فكنتمنى تشوفوا الفيديو كامل باش تستفدوا من جميع الاصرار باش تحترفوا وتحضير البيتزا في المنزل و تقدموها لوليداتكم بس حاولوا حركة جي رائعة والديدة بزاف فكنتمنى ان حلقة اليوم بتنال اعجاب دلكم و نجربها للفيديو لا تنسوش تضيروا جيم الفيديو كذلك لا تنسوش تخليوا لي التعليقات دلكم والاعراء دلكم حول وصفات اليوم اشتركوا في القناة بكترة باش دائما نتوصلوا بجديد الوصفات ضغطوا على زر الجرس باش دائما نتوصلوا بجديد الوصفات و يلا هنبدو الوصفة بالنسبة للمقادير غالي نحتاجون 500 جرام ديال الدقيق الابيض تقدروا تخلطونا بين الدقيق الابيض و الدقيق القمح السلب اللي هو الدقيق الفينو فانا استعملت غير الدقيق الابيض انا اخديت 500 جرام بالنسبة ل 500 جرام ديال الدقيق الابيض غادي تخرج لكم تقريبا اربعة ديال البيضات لكبار غادي ندير معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية او للخميرة ديال العجين معلقة كبيرة ديال السكار و غادي نديرو شوية ديال المدافي غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون فبالنسبة للزيت الزيتون تقريبا استعملت اربعة ديال معلقة كبار ديال زيت الزيتون و غادي نحتاجو الزعتر و شوية ديال الملحة غادي نديروهم في الجنب هكا باش نخليوا السكر و الخميرة يتفعلوا لنا ماما المدافي فده با غادي نبدأ العجين ديالي بهذا الشكل هذا بالنسبة الناس اللي عندهم العجانة فراد قدروا تأجنهم بالعجانة الناس اللي عندهمش يستعملوا يجنهم كما ندرت انايا فبالنسبة لهذه العجين هي العجين الاصلية لبيتزا فهذه العجين الاصلية لم يدرفع لحليب لا يوغورت لا بيض لا احد أي شيء هذه هي العجين الاصلي ديال البيتزا يعني بدون اضافات ولحليب بودرة او شيء كيمقاونا نضيفه الماء دافي شوية بشوية ونحن نعجلنا وحتى تجمع لنا من بعد ندلكوها مزيان يعني خاصنا العجين ديالنا ندلكوها مزيان من كي تدلك أنتو لم أكتم تشوفوا الواجهة ديال العجين كما تشوفوا الكتبين ملسا بهذا الشكل هذا سوف نجمعها سوف نضعها في شيئنا سوف نقضيها بسلوفان أو بلاستيك و سوف نجعلها ترتاح تقريبا 15 دقائق حتى لنصاعة و من بعد سوف نعود لكي نكمل طريقة التحضير سوف نحضروا سلسة البيتزا فبالنسبة للسلسة البيتزا سوف نحتاج الطماطم لها ماضيشة أنا أخذت قريبا 4 حبات من الطماطم و غصلتهم مزيان كننخدوا كل حبة ديال الطماطم و تنضيروا فيها علامة زائد من اللور كما تشوفوا كننخدوا كل حبة ديال الطماطم و نضعوا فيها علامة زائد من اللور و ندخلوا على الموس بزافلة غير كم الفوق ديالها وصافي بهذا الشكل هذا فهذا الأثناء هذو كنكونوا وجدنا واحد طنجرة كننخدوا فيها الماء كي تغلى بعد الشكل هذا يعني ما كيكونوا مغلي كنلوحوا في ذوك الطماطم بعد الشكل هذا من بعد كننهزوهم تقريبا كنحسبوليهم غير دقيقة واحدة يعني ما يفوتوش دقيقة و تنهزوهم يعني ما بغينامش نمشي الغرضين لأنه يتسلق إلا غير باش ديك القشرة تطلع على الفوق فمنين كنحيدوهم كنشوكوهم في الماء اللي كيكون بارد غير ما ما نروا بيني يعني يكون بارد سوف تنهزو الطماطم مجرد أننا كنحطوهم في الماء بارد ذيك القشرة كتبتها كتحيد يعني كما كتشوفو ستنجبدوها بكل سهولة فهذه التقنية هذه تقدروا تديروها للطماطم إلا كنتو بتو تحضروا صارات و بتو تستغنى على تحيدوا القشرة تديرو غير طماطم بدون القشرة كما كتشوفو شكل ديك القشرة فكتتخرج أعناقة وبلا القشرة ديك دبقا ناخدوا شيء طمجرة أو شيء جاميلة فلنقدروا نحضروا سلصة ديال البيتزا كنترفها تقريبا واحد ثلاثة ديال مع الكبار ديال زيت الزيتون من بعد كناخدوك أربع حبات ديال الطماطم بعد ما حينينيهم من قشرة ديالهم و كل شي ديهم تنقطعوها بعد الشكل هاد تنقطعوها هكا طويلة سوف نزيد مطيشة على زيت الزيتون كنخليه زيت الزيتون طابعة كي يسخن شوية غير يسخن من بعد كنضيف طماطن سوف نضيف معلقة كبيرة ديال السكر خاشين او السكر سيني سوف نضيف الزيتر والملحة فبالنسبة للزعتر فلا يمكنش لكم تستغنائوا عليه لانهولك يعطي المنضاق البيتزا وكتجي بنينة لسه اضفت معلقة صغيرة ديال توم بودرة ما عندكمش توم بودرة اخدوا فاص واحد ديال توم وحكوه او لا جوش افصوص ديال توم وحكوهم انا عندي كذلك البصل البودرة بالنسبة للبصل البودرة التي استعملت معلقة صغيرة ما كانتش متوفرة عندكم البصل البودرة تقدرو تعوضوها بنصف بصلة تايا شدوها وقطعوها مربعات صغر واستعملوها سوف نضيف معلقة صغيرة ديال السكنجبير وشوية ديال البزار او الفلفل اسود قريبا نصف ملعقة صغيرة قريبا نحرك هذه المكوينة هذه المكوينة مزيان والعافية تكون مهيلة ما تكونش مجاهدة بززاف لان الغرض ديالنا هو انك ماتش اطلق المديرها وطب في عيني ما كانش لاش نزيدو لها المو سوف نضيف معجون الطماطم بعد ما طماطم ديالنا تكون تلقات المديرها فتقريبا بنسبة كمية ديال معجون الطماطم اضفت تقريبا واحدة المعلقة كبيرة سوف نحرك بتشكل هذا حتى تتحرك ليه مزيان كما تشوفوا الشكل ديال الطماطم بعد ما كيوينة تقريبا ردست لها واحدة الاشراط ديال البقيق وهي كطيبة العافية اللي مهيلة سوف نأخذ المكسوه سوف نطحنها مزيان باش تجيني صوصي باش ميبقوش فيها دكتاكة تولات او ولا شي حبيبات او ولا شي حاجة كنطحنوها مزيان 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 و كنعودو ناردها فوق النار على عافية مهيلة كنخليوها كطيب حتى كتنشف من المديرها كيطلها ذاك الزيت الفوق فراكة تكون وجداد العجينة ديالنا بعد ما دست عليها 15 دقيقة قريبا انا قسمتها على جوج فكما كتشوفوا ان هنا اراني استعملت غير 300 قرام ديال الدقيقة انا قلت لكم انتو ما 500 قرام لاناني انا بطنصيب غرجو ديال البيتزات يلاك انتو بطنصيبوا كتر فرا غتديروا 500 قرام غادي تحصلوا على 4 ديال البيتزات يعني ذاك العجينة غادي تحصلوا عليها من 500 قرام ديال الدقيقة تقسموها على 4 ما شئ الاجوش هنا غادي نستعنو با سميدة رقيقة او للفينو اللي كان متوفر عندكم تقدرو تستعملو ولكن كان فطل انكم تستعنو باستميدة رقيقة علاش لان استميدة رقيقة شوية صلبة او لقاصحة وكتعطي واحدة قرماشة اللي ازوينا بزاف البيتزا فما كنرشوش من الفوق ديال العجين اللي كنرشو غير من التحت فانتمنى اناكم تكونوا فهمتو الناس اللي عندهم العجين ليين يعني كيلصق ليهم فتك لمدلك فارشو شوية ديال الدقيق ابيض او شوية ديال الفينو النيت ما كنحتاش مشكل غير ما تكتروش بزاف فغادي نتقنطل قباد فمن بين الاصرار ديال الفيزا ديالكم باش تجين عجينة رطبة فما تديروش العجينة قاسحة حاولوا انكم تديروا العجينة تكون ليينة شوية يعني مش تكون ليينة تقريبا بحل العجين ديال البريوش الناس اللي دجا صيبوا البريوش فاره غادي يكونوا عرفوا العجين كيف شكي يكون هنا يا شديت العجينة ديالي بعد ما اطلقتها يعني ما ترققوهاش بزاف هو ممطوم ما تكون شغل هذا حطيتها في الطاوال اللي غادي ندخل فيها البيتزا الطيب في الفررر ونحاول اننا نقدلها للجوانب هادوان شوما كما تشوفو يعني هنا بالصباع ديالي غادي ندور للبيتزا كاملة ونحاول اننا نقدلها الجوانب ديالها كاملين باش مرين كيطيب وكيت نفخوهما لكي اطلونا ديال البيتزا من الجنب وعتى الشكل دياله مراكي جيوزوين بزاف بعد ما نكطيب البيتزا فانا غادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل البيتزا ديالي كاملا نحاول اننا نقدلها الشكل دياله غير كابيد دياله باش يجي شكل ديالها دائري ما تجيناش عوجة منش بلاسة بهذا الشكل هذا صافيه وغادي نحطها على جنب بينما وجدت باقي المكونات اللي غادي نحضروا في هاد البيتزا هاتي فهذا بغادي ندور الحشوة ديال البيتزا او للمكونات اللي غادي نستعملوه في الحشوة هنا عندي حبة واحدة من الفلفل احمر مقطع عرقيق حاولو انا وهد شي كامل يكون مقطع عرقيق عندي كداريك فلفل اخضر توا مقطع عرقيق عندي الفيونداشي اول الكفتة تقدرو تستعملوه كفتة ديال الجاج طون فخوة دماغ شي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم انتوما عندي شوية ديال زيتون اسود توا كيش يزوين بزاف البيتزا لدي الناس اللي ما كيف ضلوش زيتون اسود يقدرو يعودوه بزيتون خضر عندي هنا تقريبا واحدة البصلة صغيرة هي كان قطعوها عرقيقة الناس اللي ما كيف ضلوش البصلة يقدرو يستغنوه يعني مش ضرورية عندي كدالك شومبينيو اول الفطر انا استعملت الفطر المعلب الناس اللي عندهم الفطر الطري ياخدوه ويقطعوه عرقيق ويصطوه شوية ديال الزيت وشوية ديال ملحوذ البصار ويستعملوه هنا هي صلصة طماطم اللي وجدت معاكم رايه دي اول صلصة ديال البيتزا وعندي هنا شوية ديال لدند اول صدر ديال التجاج فكيما قلت لكم بنسبة اللحوم كيبقوا على حساب الاختيار ديالكم انتو متقر تستعملوه تليف خود الماء اوليو فاوكي البحر حتى اوما راكي يجيو ازوينين بزاف وعندي هنا يلجو منها ديال المونزاريلا شوية تكون بزايد هي رايه بنسبة المونزاريلا كتطوكم ديكت عليك فرامكي نشي حاجه اخرى اللي كتخلي البيتزا تجي معلكة من غير المونزاريلا حتى الفخوه ماجل اضام اولى الفرماج الحمر رامكي يخليش البيتزا تكون معلكة فهنايا غادي ناخدو العجينة ديالنا غادي نتكوها بشي فورشة بتشكل عادة فكنتكوها علاش باش ما تنفخش لكم العجينة ديالكم وتجيب حل الشكل ديال الخبزة فكنتكوها باش العجين تبقاشها بلاستها يلا دوكو الجوانيب ومانا كي تنفخوه هنا غادي ندير سلصة ديال البيتزا لكنا صايفنا ما تشكل عادة فبنسبة للسلصة ديال البيتزا خاصة ما تكونش عاوثاني عاقدة بزاف لانها من الاصار باش ان البيتزا ديالكم كتجي فع ديكت عليك ديال الفخوماج خاصة السلصة ديال البيتزا متكونش قاسحة يعني خاصة تكون مطلقة كما تشوفو ذا في الفيديو باش كيدوب على داك الفخوماج ودك الفخوماج من يدوب على السلصة ديل الطماطم يعطيكم ديكت عليك فمن بالاصرار الاخرين هو ان الفخوماج كنديروه من التحت ماكن ديروش من الفوق يعني كنديروه الفرماج فوق من السوس عاد من بعد كنديروه باشي اللي بينين نديرو في البيتزا ديالنا قال من بعد كننضيفو باشي اللي بين نضيفو في البيتزا ديالنا فان هنا غادي ندير القفتة او اللا بيونده شيء بعد الشكل هذا قليلتها كورتها اضفت لها شوية ديال الملحة و شوية ديال الفزار باش ملجيكمش من السوسة فاكوروها كبيرة صغيرة او لاحطوها بشكل عشوائي لذاك شي كيبقى على حساب الاختيار ديال كومنتوما غذين نبدير شوية ديال الفلفل اخضر فبالنسبة للعمارة ديال البيتزا كتبقى على حساب بصراحة الاختيار ديال كومنتوما وذاك شي كيبنشوفو عندكم اروا تقدرو تستعمله غذين حط شرائح ديال الفلفل الاخضر غذين نحط كذلك شرائح ديال الفلفل الاحمر تقدرو تستعمله يعني اللون اللي يبغيتون انتم ما هي في الفلفل غيره هو هذا اللون كيعطيو شكل زوين البيتزا غذين نديرو كذلك البصر ما تنسوش البصر وبالنسبة للبصر كي قطعوه ارقاق هادشي كامل هذا الخضر كامل يقطعوهم ارقاق باش يطيبو لكم ضغياء في البيتزا كما كتعرفو ان البيتزا ما كتاخدوش بزاف ديال الوقت في طاهي ديالها وحتى هاد المكونات كاملين اللي ديال الفوق حصهم يطيبو لذلك الخضر حول انكم تقطعوهم ارقاق باش ضغياء يطيبو لكم فغدينضيف كذلك شامبينيو المعلب كما قلت لكم الناس ما متوفرش عندهم شي شامبينيو المعلب وتقدروا تستعملو شامبينيو المعلب خدوه وقطعوه ارقاق صوتا وشوي ديال الزيت وشوي ديال الملحة وشوي ديال الضهر وستعملوه فانا كان متوفر عندي المعلب وستعملته فغادي نستعملو كذلك زيتون اسود انا بنسبة لي بيتزا بدون زيتون اسود ما كتعجبينيش صراحة لازم ما كيف ضلوش يديرو زيتون خضر او لا تقدروا تستغنوه اليه ما تستعملوش يعني ذك شي كيبقى على حساب اغتيار ديالكم فانا هناليا كنناخد شي شي سباتولا او لا شي حاجة وكننحاول انني نقادل البيتزا ديالي نقادلها الفورما ديالها من الجنة باش تجي دائرية اتمنى انكم تكونوا فهمتو كنحاول كننظر على العباد الشكل هذا كامل باش كتشت الفورما وكتبقى على شكل دائري لما كتجيش عوجة من شي بلاصة هناليا غادي نديرو شوية ديال الزيتر بطبيعة الحظ كعطي واحد انك هالي زوينة بزة في البيتزا تقدروا تستعملو جميع الانواع ديال الاعشاء بعطرة اللي كتكونوا مخلطة إلا كنتم تنطو فران ديالكم لا تقدروا تستعملو ولكن الزيتر او لا الزيتر او لا الزيتر كعطي واحدة ما تقليزوين بزة في البيتزا بدنزوش كذلك وعد شوية ديال الملحة حتى هي من الفوق راكت اه كتعطي واحدة ما تقليزوين بزة باش ما تجيكم شو بيتزا ديالكم بزة كما كتعرفوا ان الخضر وضيشي كامل اللي حطينا فران نضيفنا في الملحة حتى شي حاجة راكت شوية ديال الملحة من الفوق ودخلو البيتزا ديالكم الفران فدبه غادي نحضروا البيتزا الاخرى اللي بلداند حتى هي النفس الطريقة انا غادي نسرع الفيديو لا جينا تكيناها غادي نديرو الصوس كذلك اكثر شوية الصوس من بعض الصوس غادي نديرو الخماج او الى الجبنة ديال الموزاريلا تقدرو تستعملو غير الجبنة ديال الموزاريلا تقدرو تخلطو فيناتهم يعني ذك شي كيبقى على حسب اختيار ديال كومنتوم فمن بعد غادي نضيف لاداند حتى هو بالنسبة لاداند دفولي شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار قبل ما تستعملوه او لا خليوا تلخروا ديروا شاشة ديال الملحة و ديال الفلفل الاسود او للبزار فمن ينستفت لاداند غادي نضيف دبال خوضر تقريبا نفس الخوضر اللي استعملت في البيتزا ديال الفيونداشي غادي نعودها هنا شوية ديال الفلفل الاخضر و فلفل احمر كذلك بادي نصوش شامبينيو حتى هو و غادي نضيفو كذلك البصلة حتى هي بالنسبة للبصلة تكونوا مقطعة رقيقة كما كلكم باش تجيكم سالة في الطياب دياله ما تاخدش الوقت بزاف و غادي نضيفو كذلك زيتون اسود حتى هو كما كلكم الناس يما متوفرش عندهم زيتون اسود يستعملوه زيتون خضر حتى هو غادي نضيفو رشيشة ديال الزيتر كذلك رشيشة ديال الملحة و غادي ندخلو البيتزا ديالنا الفران الفران مشاعل من التحت و من الفوق يعني يكون مشاعل من التحت و من الفوق ف بالنسبة الناس اللي عندهم بفران ديال القاز العافية تكون متوسطة تكون مهيلة فارها في سعة كطيب لبات من التحت لانها رقيقة يلا كطيب لبات من التحت كتتحمر كتاخد شوية ديال اللون من الفوق و سنخرجوها ديال الشكل دياله بالنسبة لها ديال ما حمرتها شبزاف والتاني اراني حمرتها باش نوريكم الفرق بيناتهم اللي ما كتكونش محمرة بزاف هي اللي كتجي مع الكباد شكل هاته كما كتشوفو علاش لان الفخوماج ما كيكونش تحرق مني كيتحرق الفخوماج كيتلق الزيت اللي كتجي في الوجه ديال البيتزا ديالش بزاف ديال الناس كيحرقوا اراني حوماج لتكشي باش ما كتجي مش تحرق ديال الموتزار لانتوما كما كتشوفو الفيزا كيفاش كتجي كتجي رائعة واللي ديب بزاف فانتمنى انكم تجربوها وانتمنى انكم تكونوا استفتوا في الفيديو هذا ولا بشي حاجة اللي بسيطة بزاف هذه البيتزا الخورة اللي درنا بالفيونداشة ولا بالكفتة تتوما كما كتشوفوها لاني حمرتها زيتلافة حمار ديالها هيه باش نوريكم و باش تفهمها ثم كما تشوفوا ركيبة اللي كوم الزيت شوية طالع لها من الفوق علاش لانا حمرناها شوية بزيت من الفوق وحتى التعليكرة ما كتبقاش فيها يعني من انك تحرق المنتظر لله فكتطلق ذاك الزيت ذاك الزيت كيطلع للفوق وما كتبقاش تعليكة انا بالنسبة لي كنفضلها كتكون محمرا زيان ثم كما تشوفوا القاعدة ديالها او للتحت ديال البيتزا كيفاش محمر هكتجا رائعة وليدها بزاف فكنتمنى ان حلقات اليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربوا هذه البيتزا دي الى عجبتكم بتنسوش الدرجة من الفيديو خليوا لي تعليقات ديالكم والاراء ديالكم حول الصفاء ديالت اليوم بتنسوش كذلك تبارتاجوا حلقة مع الاصدقاء ديالكم باش تعميم الفائضة كنتمنى لكم يوم سعيد الى حلقة مقبلة بحول الله